احتمل ملايين من الناس في المنازل وغيرها من الأماكن واستحالة من البرد الشديد خلال الليل وفي الصباح الباكر لتجاوز عاصفة باردة أودت بحياة 24 شخصا على الأقل في جميع أنحاء البلايات المتحدة وأدت لمحاصرة بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلج المتراكم وتسببت في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والأعمال وكان النتاق العاصفة غير مسبوق تقريبا حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو جراندي على طول الحدود مع المكسيك وقال الدائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالتقصي الشتوي وانخفضت درجة الحرارة بشكل كبير إلى مدون المستوى الطبيعي من شارق جبال روكي إلى جبال الأبلاش ترجمة نانسي قنقر